منح خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود حفظه الله الطالبين جاسر بن دهامد اليامي وديب بن مانع اليامي رحمهم الله الذين سشهد غرقا في ولاية ماساشويتس بالولايات المتحدة الأمريكية أثناء محاولتهما إنقاذ طفلين أمريكيين من الغرق وسام الملك عبد العزيز من الدرجة الأولى ومبلغ مليون ريال لورثة كل منهما تقديرا لما قام به رحمهم الله من عمل بطولي جاء ذلك خلال استقبال هيده الله ذوي الطالبين في مكتبه بقصر السلام في جدة اليوم معربا عن تعازي ومواساته لهم في الفقيدين عادا رعاه الله تضحيتهما بنفسيهما في سبيل إنقاذ طفلين من الغرق عملا إنسانية سائلا الله تعالى أن يتقبلهما مع الشهداء وأن يلهم ذويهما الصبر والسلوان من جهتهم عبر ذوي الفقيدين الفقيدين عن خالص شكرهم لخادم الحرمين الشريفين حافظه الله على عزائهم وتكريمهم داعين الله العلي القدير أن يحفظ خادم الحرمين الشريفين وسمولي عهد الأمين ويرزل لهم الأجر والمثوبة حضر الاستقبال معالي وزير الدولة عضو مجلس الوزرات دكتور مساعد العيبان ومعالي مساعد السكرتير الخاص لخادم الحرمين الشريفين الأستاذ تميم السالم اشتركوا في القناة